السلام عليكم متابعي قناة كليكت ميديا وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد فيديو اليوم سيكون ملخص وتحليل الحلقة الأولى من مسلسل حارة القبة بجزء الثاني فقامل بداية الفيديو واتمنى منك تضطع لايك للفيديو وتدعمنا باشتراك في القناة والآن خلالنا نبلش قم بتحميل تطبيق شاهد شامي واستمتع بمشاهدة جميع المسلسلات الشامية بدون إعلانات مزعجة شاهد شامي رابط تحميل التطبيق بالوصف أسفل الفيديو عنا أول إشي عودة حاتم بعد سنوات من الغياب وفتح صندوق وكشف الأمانة واللي هي إن أبو غازي وصب الوصية إنه فارس يورث الضيعة وغازي بيك رح يعصب ويمزع الوصية وغازي رح يروح لعن قبر أبوي يتكلم قدامه ومثل اللي عاتبان عليه إنه ما سجل الضيعة باسمه وسهيلة ما رح يعجبها إنه ابنها يكون البيك تبع الضيعة وإم العز رح تقول لأخوها الأفندي عن قصتها مع طبنجة لعله يساعدها إلا فندي رح يروح لعن طبنجة ويتفهم معاه بس طبنجة عنيد وما رح يتنازل وإما بيزوجوه واحدة من بنات أبو العز أو رح يفضحهم وغازي رح يحرد حاتم على أبو العز ويعمل صورة سيئة عنه قدام حاتم وسعاد رح تحكي لأخوها ليش أبو راتب قلحها من البيت رح يبهدلها والشويش ما رح يعتق عادل ورح يطالب بالمئة ألف عزمان لية وأبو الأحلام رح يعرف بالقصة وبتقدر تتابع جميع حلقات مسلسل حرة القبة وجميع مسلسلات الشامية على تطبيق شاهد شامي رابط تحميل التطبيق بالوصف أسفل الفيديو وهذا كان فيديو اليوم فإن أكون الفيديو أعجبكم لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو واتعمنا باشتراك في القناة شوفك الفيديو الجاي وشكرا لفريق كليكت ميديا السلام عليكم